الحمد لله الذي جعل الأخلاق صمة لكل مسلم ومجتمع راق ودولة متحضرة وأحد مقاصد رسالة الإسلام لقوله صلى الله وسلم عليه إنما بعدت لأتمي مكارم الأخلاق وفي قوله هذا ما يؤكد أن الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام قد ساهموا في بناء الصرح الأخلاقي وأنه صلى الله وسلم عليه جاء بعدهم ليتم عملية البناء التي توارثها الأنبياء من قبله هذا وأن الله عز وجل امتدح أخلاق سيد الخلق محمد صلى الله وسلم عليه فزكاه بقوله وإن نكل على خلق عظيم والله تعالى لا يمدح رسوله إلا بالشيء العظيم والمتأمن لشرائع الدين يجد أن الأخلاق مرتبط بكل العبادات فالله لا يأمر بعبادة إلا وبيّن مقصدها الأخلاقي وأثرها على النفس والمجتمع فالصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والزكاء خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الأخلاق الفاضلة حلية الطهارة وتزكية النفس وتقوها وأختم بدعاء النبي صلى الله وسلم عليه اللهم هدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته